بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم نهاركم سعيد نهاركم طيب ملئ بالنشاط والحيوية كما تشوفوا اليوم الميناج الميناج حلفت قلت للعين يا نايا انتي ما خليتها بنواة عمرت ما خليت أي حاجة تتعمر عمرتها المهم كما تعرفوا هات سياق هات زرزيق ها كوبيان ميمان خاكوا ما تشميش ريحت الجفال ريحت المواد التنظيف ما تحلالكش سيقت يعني مش كما مالفا نكوب بزاف 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 مع ذلك لازم كما شتوني نعطس بزاف وما نقدرش للغبرة محتم اني نخسل محتم اني نسيق يعني تسيق هذي رهي ما يشتع كل يوم اكيد الواحد مهما كان يحافظ على صحته يحافظ على قده من حاجة لكن لازم تسيقها هذي تعلب المناسبات بتاع جنتوك عاجة دخل علينا رمضان يا ربي لحقنا لي على خير وعافية ان شاء الله لازم تسيق هذي لازم وكما يعني ديما ديما راح نسيقوا المناسبات كامل مهم من نحية هذيك الغبرة الكبيرة كما على بلكم اليامات هذو النواوي وزاد صبت اصلا قلتش صبت اليامات هذو الغبرة والمزيالي ما بديتش بكري يعني جات سباو كما يقولو العين اصلا كانت مدارة ان حالة تروح باليومين اليوم صبحت الحق ما نكذبش عليكم صبحت قلت نسيق كي ما كانت تكون المهم عمرت لها بنوان نسيق سبا رحت ولا ما راحش يخيمحش متنيش ما بغاليش ربي التعب ما راحش العين كي درت احتياطاتي ما راحش نعين ما عليش المهم سيقت نحية الغبرة ما نكذبش عليكم عندي مود دم اللي هملت شوية داري ما سيقتش هاي ذك تسيقها اللي تبرد القلب ايا قلت حاجة وحويجة منها ميناج الرمضان منها حتى داري نظفها يخيشتوا لبناء تساعة تكوني في دارك هكا لاش تحتم تحس يروح كده كي قاعدة برها تقول يرا نشم في رحة الغبرة لاني يما راجلين يقولون يبغيت نكوب بكوب يقولي هاي اللرد نظيفة اه ودي قلت له لازم تسياق ما لا غالب لا غالب هذي هي توسويسة عنظافة في البيت الجزائرية كامل المهم هنا البنات اللي قالوا لي وش من منظف اللي را كي تختيبي ما بانش هناك عارش كون تنزرب دجاركم الو مركي طولة بنوار كفاين عمرة المهم راني نستعمل فيه فورس إكس براس لبنات هو اللي نخصل به الدوش والحاشاكم الطوالات اكرمكم الله نخصل بها شوفوا كان فورس إكس براس البلو البلو تعدو شو طوالات حاشاكم وفورس إكس براس الأورانج هو تعدو الكوزينة تخصلي به الكوزينيا تخصلي به الظهر تعلق الكوكوت القدرات المقالي اللي يكونوا داروا في الطياب روعة روعة الكوزينيا شوفوا أنا فورس إكس براس ما يخطينيش ما نكذبش الأخوات مهم حطيت هنا حكيت اللار بملح مليح مع أنه اللار تتعي فيها مشاكل مش يمشكون مشاكل مشاكل عيت ما نهضر والبنات اللي يسقسوني على البيبان تع الكوزين ويا ريت ما خدمتم خدمهم لي واحد الخدمة يا البنات واحد الخدمة والله العظيم يسلكو بصح ما يخدمو شب ضامير تحيرو هنا يا روحت نجبت في الماء اللي زايد لخطر شوف هنا أكره حاجة عندي مشي غير أنا بزاف بيوت تلقيهم بلاصة يتحقن فيها الماء توقع جبت الماء الماء ما اسبيريت شدار كل بش ما نهي كذا بش اسبيريت غير اللي يتحقن فيهم الماء بش نقص على روحي التعب خصوصا اني اصلا انيا وانيش حاب التعب روحي بش ميضر نيش ظهري بش المهم قلت النحي هذا الماء الزايد وكان بلايس يعني كنقب فيهم الماء كيما نقولو بلايس ها كما يتدخل لهم شفوط يعني ساعدتني الاسبيراتير هذي صراحة ساعدتني المهم كل ما تتعمل لي شوية ورحم في الرغها هي التاسبيري كيما قلت كما بصح انا ما بغيتش ناسبيري الدار كامل قلت غير نحي البلايس اللي يتحقن فيهم الماء يعني البلايس اللي يتعمر فيهم الماء ويتعب في الجبيد يعني تتجب دي ويرجع تتجب دي ويرجع كيش غير تلعبي في بلاسة واحدة اما هذي الاسبيراتير عاونتني صراحة عاونتني اسبيريت الماء زايد هذك كان بلايس كامل تهم بالفروط وار لكن سبقت السعب البلايس اللي مأمرين ويتعمر فيهم بزا في الماء هما يسبقت بهم هذو الشعيرات هذو لازم نحيهم ثاني ما عنديش أنا الماء صراحة أنا الماء كي نحب نسيق والله عندي مشكل اني لازم المكامل نخرجه البالكون لازم الماء كل نخرجه على البالكون وهنا يخسلت سيقت وهذا البش هذا ولا كفاه يقولو جبته بالاسبيراتير المهم منحيط البلايس اللي حقني بالماء والبقي كملتم بالفوتوار هذي الاسبيراتير على البال لاني نخدم انتم مرة كنت تساءل وهي هذ الاسبيراتير تجبض الغبرة وتجبض الماء وفي نفس الوقت تسوفلي يعني تخرج لهو على برا تسوفلي الاسبيراتير هذي البنات من موقع رازانا شوب بسعر مليون وسبعمية وخمسين رقم الهاتف كم تشوفوا في الشاشة روعة الاسبيراتير وكبيرة شوفوا فيها هذا السوج فيها تسوفلي تسوفلي الغبرة وتسوفلي الماء تحبي تديري هذي تحبي تديري الاخرى نفس الحكاية فيها هذك البطن البطن هذك اللي تحبي تديري تخرج عفوا تخرج هذك الاسنان والله يعني كائن وظائف تستعملي فيهم هذك المشط هذك ولكن وقات ما تستعملي همش يجي معها هذا الكيس البنات زي ما تديروها الداخل بس أنا ما يهم من ما يقول لك باش عنك وما تحبي توسخ هذك من الداخل وحي توسخ توسخ هن بولو ما هذك صاش زيادة ما عندي من دير به ما استعملوش أصلا هو ويجي معاها المهم فيها هذه تحبي تصبيري بهذه تحبي تصبيري بهذه كيمة تحبي تزيدي ولا تنقصي في الذراع تعلي نعكس هذك نحل لها لكم الداخل شوفوا فيها زوج جوي هالبنات الجيهة هذي رهي من لار باش ما تتخلط عليكم وما تدخوش ذوكم نفهم هما فيها زوج أماكن تبرون شيفيهم هذك الخرطوم يجي من الأمام كي ينزوش فتحات يعني يكون وحدة وظيفتها الوظيفة التعليم اللار دوكم نجي باش تفهمه شوفوا هنا الأمام هيا شوفوا كيف تتحل باش نجيكم درجة درجة باش تفهمه هما يتحلوا مننا باش تقدري تجب دي هذك الغيطاء هذا فيلتر للبنات الفيلتر هذا راه يتنحى ويتركب وتحب إما تغسليه وكي تحبي مثلا تحبي تشري واحد جديد راه متوفر ومتوفر عند رازال نشاب هذا كما نقول وكي تستعملي للغبرة فقط هذا الفيلتر للغبرة تصبير الغبرة أما إذا استعملتي حتى تصبير الماء نحيه ما تستعملي هذا الفيلتر وانتي ستستعملي الماء هذا المكان اللي تفرغي منه كيتعمر الماء ولا تفرغي من الجه هذي تجاه شفتوني في الفيديو تشفتوني في الفيديو كي كنت تنفرغ في الماء وفي هذوك الرجلين سهلة سهلة تشوفوا كيف تتخدمي بها روعة هاني هنا نحيتها هنا نحيها لواش رح نخدم بها الماء أما إذا كي تحبي تصبيري أو تجبدي الغبرة هذ هذ الحالة تخليها ركبة وإذا حتى سبيرين ما تنحيها هنا هذا هو الأمام المكتوبة الماركة هذي الماركة على سبيراتير هذا من القدام لتجبدي به الغبرة ولا تجبدي الماء أما الجيهة اللورانية هذي تخرج لهوا على برة يعني تسوف لتخرج لهوا على برة طيق يشغل حاجة قدامك وبعتي بغتي تبعديها والله ديريها من القطي اللوراني المهم هنا هنكمل نزيد نمسح الحيوط هنا ما خسلتش الحيوط كما مالف بال بالزرزق كما يقولوا عندي هذ الأداة ران خليتها سبيسيا للحيوط مسحت الفايونسات مسحت الحيوط الصانو ما مسيتوش الحيوط لخط دي جاس بغتو جديد ما عندي ما عفوا جس خسلتلو يعني الأرض سيقتة كما يحب الخاطر والبرسيانات والبال كوات أما الحيوط تنظيف له بس عليه والشي هو عندي في الهول والباقي كل فايونس دوش حشا كوم طوالات هذو استكلفت بهم هنا لبناء طلح نشارك معاكم سوفلي بالعجينة المورقة قبل مر روح لطرقة التحضير هنا نجاوب البنات اللي قالوا لي دي ما يقولوا لي سيهان دي ما تقول للنارة ننخلط الأجبال وشي من الأجبال يرا كي تستعملين بهم خاصة في رنضان باغين نشوفوا يعني ما نشأ نار هم بزاف وكاين اللي يديروا أنواع كثر من هاك أنا نخلط القريار وروج البنات فرماج روج وفرماج قريار كاي اللي يزيدوا لشيدار كاي اللي يزيدوا لأجبان بزاف المهم أنا أكتفي بهذا الزوج نرحيهم ونقسمهم ونحطهم في أكياس خاصة بالمجمد ونحطهم في الفريجيدار أو في المجمد بالأحرى ونجبد القيس اللي نحتاج ونجبد نخلي كيس كي يخلص نزيد نجبد الكيس اللي بعده وهكا نكون جاوبتكم حبيباتي نروح هنا لابات فيتي هنا عندي كيلو فارينة عندي فنجال زيت وعندي 20 قرام ملح وعندي زبدة طوريق 500 قرام هذا وبينزوج هم يصلح وبينزوج كيلو مارك هذي كيلو مارك هذي خطر سقسوني قالوا لي واش من زبدة طوريق اللي تصلح لابات فيتي المهم بينزوج هم يصلح والماء لازم يكون بارد لازم يكون البارد هنا يا حبيبتي باش ما تتزير عليك وما تقول لي شتي شوف تقدري تخدم ها بيدكية اصلا تتخدم باليد انا صراحة بما انو تعبتوا منا راح هنخدم بالبيتخان باش ننبحشو يا وقت برك يعني البيتخان هي باش تتعاون يا لحت الزيت على الفنجل تعزيت على الكيلو تعال الفارينة ولحت العشرين قران تعال الملح وبدي تنلم فيها بالماء هنا ملاحظة مهمة يا البنات شوفوا لابات تعال بات فيتي راه ما تجيش طرية على قدما كانت لابات عفوا على قدما كانت لابات يابسة منقول كمش يابسة درجة انك متخدريش تحليها لا لخاط العجين وما تتعجنش راه عجين طلب بات فيتي راه ما تتعجنش راه تتلم برك قلت لكم اذا عمرت وها ما وترخفت هنا ما هيش راح تعطيكم نتيجة على بات فيتي اللي تن محلات راني جيبت لكم الوصفة صنايع صنايعية 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 لا زيادة ولا نقص عن المهم انا راح ندير زوج كيلو والبنات المهم في الكيلو وتع الفارين تحتاجي خمسمائة قرام هنا رابط فيتي تعكم شوفوا مهم جدا انك تخطيها ومن الاحسن انك تلميها فيشتة شوية تعبك اما في الصيف راه لباس فيش تلي تعب عفوا هنا وجدرت خبطها بالحلة اليدوي من بعد عود تغلف بها وحليت على قد هذيك الورقة باش تولي لي سمك واحد وما تتعب نيش مبعد في الخدمة حتى كي تعدي تخدمي شتيك اعلى المرحلة هذي تخطيها بالحلال وتعجني ها بيدك من بعد كي تعدي تخدمي بها متعبك ش نهائيا مش كي تحطيها وباش نعطيكم معلومة هذي اللي تطراب راه صح مليحة بصح شوف التعصنايعية هذي هي وما كان كي ملابات في تصنايعية بالطريقة هذي مشي بالزبدة اللي تطراب المهم جبت هنا نسيت نقول لكم باللعجينة حطيتها في الثلاجة حطوها نص ساعة هكاك وبعد جبدوها حطيت هذيك الزبدة اللي كنت حليتها وهنا اقفلو مليح 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 العجينة اقفلوها على قد ما تقدرو واذا ما تقفلت لكم حاولوا تديروا قطرة بالبانس وشعرة يعني جيد ما كيش غول درتي وما درتيش ولسقي العجينة وبدأ يحلي بالشكل الطالي كما شفتوه حتى تحلوها من اللي وم بعد تعاوض تعاوض قدم نجيك الطوراق من بعد روعة هنا كما شفتوه على زوج غير باش نحكم المنتصف جبت الجزء هذا يقول دوبلي المهم هي المرحلة الأولى كل وحد كيف شرح يديرها المهم هي المرحلة الأولى تطبقيها هكا جي على 4 كما شفتوه من بعد نجيب الحلال بنفس الشي شفو خليوها ترتاح 5 دقائق 5 دقائق من بعد أرجعو لها في الشتارة هو عادي بصح في الصيف إذا درتها في الصيف حطيها في الفريجدار 5 دقائق وعاودي ديريها على وحب جزبدة هذيك ما تسيح لك في الصيف من بعد نحل نفس الطريقة وهكا والرش الفارينة الفارينة ما تكثر شها البنة توقيت قلبوا تشوفوها بزف أنفضوا الفارينة الزايدة وراني نحل بالحل اليدوي قد تقوم البنة قد ما تحلوها رقيقة خير وخير من بعد وش راح ندير نزيد نثنيها هكا والثالثة ببرك بهالطريقة هذي الطريقة تديروها ربع مرات البنات ربع مرات مع المرحلة الأولة واللي خمس مرات هذي هي الطريقة ذو كان نبقى بنفس الطريقة البنات حتى ندير هذي الطريقة تدير المرحلة الثانية على ربع مرات هاي هذي المرات ثانية المهم تديرتها ثالثة ورابعة مرة ثالثة ورابعة مع المرحلة الأولية واللي وخمسة هنا تخليها شوفوا من الاحسن تخليوها تبات باش تخدموا بها أو على الأقل تخليوها ثلث سوائع باش تخدموا بها هنا كاين اللي يدير الخل الخل يلعب دورة البنات الخل الخل يحافظ لك اللابات باش تطول معاك أكثر هذا هو الوظيفة الخل فقط أما صنيعية رغم يستعملوش الخل كيما كم تشوفوا في التوريق له وباين وواضح إن شاء الله بك تكونوا فهمتون يا البنات في المراحل شوفوا التوريق الله الله قلت لكم تحب تديرو الخل ديرو لكن مغرفة ما تفوتوش وكيما قلت لكم الخل الدورة تتاعو إنه يحافظ لك على عجينة تطول معاك وقت ممكن كيما شتوني أنا احطيتها في اكياس تعل المجمد ولوحت ها في المجمد خليت غير جزء رح نديرو العشاء أنا حطيت البصلة زبدة وحطيت هذه البصلة حتان ذبالت ولوحت اللحم المفروم باش نعطلكم النتيجة فقط كيفاش تخرج لباطفيتي جاو حتى السوف لبنين والله شهيد كون في الجنة تقديرو حتى في رمضان كطبق مرافق بعد ما يدير اللحم هذا كملي حالبنات نزيد نحكم نضيف عليه الطماطم كيما شتوني قطتها قطة صغيرة أنا ما نشتيش طماطم لبنات ما نشتيش طماطم لمرافق المهم من بعد جبت درت سنينة ثوم رابيت هم حتى هما عالطم ها وهنا راني شعلت كي نصف الطياب لصوص طماط ولفا ديجارة هي وجدة عندي درت لها شوية ما هنا كيتعود الطماطم ما فيهاش ما بزح زيدي شوية ما خاصة كيتعود الطماطم محلوبة لبنات يوم جيكم واحد لصوص تهبل واذا كانت حمضة ديرولها شوية سقوة بسح عندكم تكثرة فهذا الوقت قلت لكم انا شعلت الكويزينيار على اعلى درجة حتى نوجد باش ندخل لابات فيتي طيب دائما الكويزينيار انا نشعلها على درجة باش نحب نطيب الرئيق لها على حسب الحاجة ذيك اللي هنطيب هيا النقص خلاص حلي طلابات فيتي كما شد وفرح احطيت ها في بلاطون مهم انتي والكمية اللي بغيتها تحتاج العجينة على عدد الافراد يعني العائلة انت عقد ما حطيت الطبق الاول ثقبته وبعد لح تذيك الحشوة وش نقول لكم عن ريحة والله البنجة وحد البنة عظيمة وزعت هذا الحشو ومليح على فوق العجينة المغرقة مبعد جبت جبن اي نوع جبن تفضله حطيته هكا وبعد جبت الجزء الثاني وحطيته من الفوق حاولت له حاغر شوي شوي هكا باش مبعد ما تخرج ليش هذي كلاسوس وتتوسخ لي لابات ومبعد دهمتها بشوية بيض البيض اللي كن درت له شوية خل وشوية زيت الخل سقساتني وحدة قاتلي وشية وظيفة الخل في البيض انه ينحيل كذيك ريحت البيض صفار البيض هذيك اللي ريحته قاطعون لي مش مليحة هذا هو على واش ندير الخل احنا حطيت حبيبات زيتون ودخل طيبة هاد دات اذيك اللي العظيم وحد البنة وحد البنة جربوها وثاني نشكر بزه 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 الأخوات كل مرة وحدة اللي راكم تخليولي في التعليقات على وصفة تكتبوها ونا را نين ايبانجلي فيها راكم تساعدوا فيها واجركم على الله يعني والله جزاكم الله كل خير راكم تعاونوني هكا انا نحط الوصفة وكل مرة وحدة تكتب المقادير بكل المعاني كما يقولون سخونة شوفوا بنينة بنينة ما تنسوا الشجر بالوصفة ونطاقيكم في الصدوري ما بقالي غنقولكم في أمان الله وفي الملتقة حبيبات قلبي أنتم